صباح أون وزي برضو ما حضراتكم شايفين كاميرا صباح أون النهاردة هنتشوف معاها المرور وجمال برضو مصري يعني احنا نشوف المرور ونشوف مصر كده برضو من فوق والطرق بتاعتنا والشوارع بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين ده طريق اسكندرية الصحراوي ده عند القرية الزكاية تحديدا صحيح صحيح هناك عمره ما كان بيبقى فيه زحمة يعني صحيح حتى بتاعة البوابات دي هنا دايما بيبقى فيه سيولة مرورية يعني كبيرة الوقت دلوقتي هي الساعة 8 نوعا ما الدنيا كويسة شوية لا كويسة جدا انت عارفوا احنا جايين انت بتنزل من بيتك الساعة كام انا بنزل عشان نيجي هنا بنزل ستة ونصر انا بنزل ستة برضو بس انا في المهندسين الدنيا بتبقى ظلمة صحيح الدنيا بجد ظلمة عشان تعرفوا احنا بنتعزب انتاي وحنا بنتشتغل بنيجي في الظلامة الدامس زي ما بيقولو لكن هي الخوف شوية نهواند من فكرة الشبورة يعني اليومين دون دلما الشبورة يعني اليومين دون الشبورة مكتش موجودة في الاجواء الحمد لله مرة تانية احنا بنشوف الصورة الجميلة دي بتقنية الكاميرا درون او درون كاميرا ودي تقنية جديدة وخدمة جديدة بنقدمها لحضراتكم من على شاشة اون لايف بنشوف كده مشاهد من اعلى ومشاهد مختلفة احنا بنشوف مع حضراتكم طريق اسكندرية الصحراوي دي من الطرق الحيوية طبعا المهمة جدا طريق مصر اسكندرية الصحراوي شريان طبعا حيوي بيربط القاهرة بالعاصمة التانية بيربط القاهرة باسكندرية احنا شايفين الصورة دلوقتي احنا حيجا الرؤية كويسة وما فيش اي شبورة من الصبحة فده امر كويس نتمنى طبعا يا رب السلامة لكل واحد يعني بيبتدي رحلته لكل واحد مسافر من القاهرة الاسكندرية او جاي من اسكندرية يا رب توصله كده بالسلامة وتسوه على مهلوكه ويبقى الطريق كده طريق آمن وسالم وهو على فكرة طريق مصر اسكندرية الصحراوي بعد تطويره بقى حاجة رائعة ومختلفة يعني لا يقل عن الهايوي الموجودة في العالم كله نهواند مؤخرا اقل اول طبعا كان لأ بس مؤخرا ده حقي بعد الاسلحات اللي حصلت ده حقي جدا ده عندنا خمس حرات وست حرات تبقى الدنيا لطيفة جدا اكتر من لاين بنمشي فيه فيا رب السلامة لكل واحد هيبتدي رحلته من على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي